سؤال رقم ثمانية في سؤال رقم ثمانية أعطى لنا هذا المقحل وطلب منا ما هو النوع هذا المقحل هذا المقحل يسمى مقحل مصفات ذقانات آن أو يسمى مقحل بمفعول مجال شبه ناقل ذقانات آن لدينا نوعين من مقحل مصفات مقحل قانات آن يعمل في الجهود الموجبة ومقحل ذقانات بي يعمل في الجهود السالبة ويسمى مقحل أحادي القطبية طلبا مننا ما معنى VDS و VGS و TRED VGS هي قيمة أعظمية للتوترين ما بين قوسين مصرف والمنبع التي يتحملها المقحل ما معنى هذا؟ معنى هذا المقحل لو كان مثلا VDS يساوي 40 فولت ووضعت هذا المقحل في تركيب يغذى بـ 100 فولت هنا المقحل يتلف لماذا؟ لأن الجهد التغذية أكبر من جهد VDS ثاني شيء AD AD كذلك تسمى شدة تيار قصوى التي يتحملها المقحل في المصرف درين نفس الطريقة إذا كانت AD مثلا يساوي 1 أمبير وربطت هذا المقحل في تركيب تيار أكثر من 1 أمبير في هذه الحالة يتلف لذلك يجب مراعاة هذه القيم التي يعطيها الصانع وآخر شيء VGS تيار ويسمى توتر العتبة وهو توتر الذي يصبح المقحل ناقل ما معنى هذا؟ لو نغذي المقحل بجهد قدره 2 فولت وVGS مثلا يساوي 4 فولت في هذه الحالة المقحل يكون معنا غير مماري يجب أن يكون جهد التغذية أكبر أو يساوي جهد العتبة ولاحظوا معي في المقحة المصفات يشبه مقحة ثني قطبية أمبيان لكنه يشتغل بالتوترات فقط لماذا؟ لأن في المقحة المصفات توجد مقاومة كبيرة جدا في القاعدة وأنتم تعلمون التيار كلما تزداد مقاومة يقل التيار وكلما كانت مقاومة كبيرة يقول التيار إلى صفة لذلك فإن المقحة المصفات يعمل بالجهود فقط عكس أمبيان الذي يعمل بالجهود والتيارات ترجمة نانسي قنقر